ماذا تعرف عن انخفاض سكر الدم؟ إذا كان معدل السكر بالدم أقل من 70 ميلي جرام دي سي لتر فهذا يعد انخفاضاً وتكون أسباب انخفاض السكر بالدم؟ أولاً تأخير أو عدم أغذي إحدى الوجبات ثانياً تناول وجبة قليلة من الطعام لا تتناسب مع جرعة العلاج ثالثاً زيادة جرعة العلاج الإنسولين أو الحبوب رابعاً زيادة ممارسة المجهود البدنية وإليك أعراض انخفاض السكر بالدم في الحالات الخفيفة والمتوسطة دوخة رجفة صدع عرق شديد الانفعال عدم التركيز وفي حال ملاحظة هذه الأعراض والمريض قادر على البلع يتم إعطاؤه نصف كوب عصير أو ثلاث ملاعق سكر مذابة في نصف كوب ماء أو ملعقة عسل وبعد 15 دقيقة إذ لم تتحسن حالته نعاود إعطاؤه نفس المقدار من السكريات وأما إذا تحسنت يعطى وجبة خفيفة أما في الحالات الشديدة فيحدث إما إغماء أو تشنقات وعندها يعطى إبرة الجلوكوغون وطريقة إعطائها أولاً تسحب كمية سائل بواسطة برواز الإنسولين مئة وحدة لكل ملي ثانياً يخلط السائل مع البدرة جيداً حتى يصبح محلولاً متجارساً ثالثاً يسحب المحلول في محقنة الإنسولين رابعاً يحقن بالفغذ بنفس طريقة الإنسولين أو في العضل وإذا كان المريد طفل عمره خمس سنوات أو أقل يعطى نصف الجرعة أما إذا كان أكبر من خمس سنوات يعطى الكمية تكاملة وإذ لم تتحسن حالته خلال خمس عشر دقيقة لا بد من أخذه إلى المستشفى ترجمة نانسي قنقر